أهلاً أحبائنا مشاهدينا من جبل الزيتون بواصل حديثي عن قيامة يسوع المسيح قيامة يسوع المسيح متل ما ابتدأت أنه هو القلعة الحصينة حجر الزاوية للإنجيل وهو أيضاً أساس إيماننا وعقيدتنا المسيحية فالمسيحية لا تكرز مثلاً بيسوع المسيح الطفل ولا حتى بحياته الكامل الأخلاقي ولا بتعاليمه ولا بمعجزاته مع أنه كلها جزء من مخطط الله وكلها تظهر التفوق والسمو عن سائر الأديان وحدها ولكن المسيحية هي الوحيدة أو الديانة الوحيدة إن صح التعبير الوحيد اللي بتنادي إنه مؤسسها حي كل الأنبياء ماتوا وما زالت قبورهم حتى يومنا هذا ولكن يسوع المسيح الحي كما هو مكتوب عنه الحي إلى أبد البابدين وهو الذي قال لأني حي أنتم تحيون والبلد القديم أنتم سامعين الزمامير وسامعين كل الضجر والأصوات في كل مكان فالبساط والبساط السواح بالألاف مئات الألاف اللي بيجوا بيزوروا كنيسة القيامة بيصعدوا بالسلالم للجلجثة بيتفرجوا على الكفن المقدس البلاط وينغسلوا جسد المسيح وبيزوروا القبر وأحيانا بينتظروا ساعة أو ساعتين حتى يزوروا القبر لكن بالحقيقة عم بيزوروا قبر فارغ لأنه نفس الرسالة ليس هو هاهنا لكنه قام وأحداث القيامة عجيبة جدا أنه بحال مقام يسوع المسيح ظهر للنساء ظهر لظهور خاص لمريم المجدلية وتعامل مع حزن مريم المجدلية التي كانت مخلصة له بكل معنى الكلمة تبعته من الجليل تبعته إلى الصليب ورأت مكان القبر ثم كانت تنتظر أنه يعملوا الحنوط والكفن وكانت في حزن عميق وتفاجأت من قيامة يسوع المسيح عندما ظهر لمريم المجدلية في نفس اليوم ظهر للتلاميذ وظهر أيضا لتلمذي عمواس اللي كانوا بقولوا عن بفكروا كنا نرجو أنه هو المزمع أن يخلص إسرائيل رغم أنه سمعوا عن القيامة ولكن لم يبقوا حتى يتأكدوا فهذا ندل على شيء بدل أنه فعلا الكتاب ووحي الكتاب صادق جدا بيتكلم عن الحالات النفسية للتلاميذ البعض منهم كان بشك البعض منهم كان غير مصدق حتى لما ظهر للتلاميذ بدون تومة ولما تومة جاء للعلية قال إن لم أرى وأضع إصبعي أثر الجراح فظهر الرب يسوع وآمن تومة وقال ربي وإلهي كل هذه أحباء تأكدات للقيامة بتعطي المصداقية أنه المسيح حي وأنه المسيح قام من بين الأموات بالحقيقة إنه في محاولات كثيرة من بعض العلماء اللي حاولوا يضحضوا فكرة القيامة منهم محاميين فعندما ابتدأوا يستجمعوا أو يجمعوا كل الأدلة وكل البرهين برهين القيامة فوجدوا أنهم أمام شمس لا تمكن أن تقاوم أمام حق إلهي لا يمكن أن يقاوم ومعظم هؤلاء اللي كانوا متشككين وكانوا ملحدين آمنوا بقيامة يسوع المسيح من الأموات فنحن أحبائي لا ننادي بيسوع المسيح مجرد نبي أو مجرد معلم عظيم أو حكيم أو شخصية محبوبة ولكننا ننادي بالمسيح الحي الذي صلبه والذي قام في اليوم الثالث من بين الأموات وهو حي يتواصل ويتفاعل مع كل من يطلبه كرب ومخلص وهذا طبعا مهم جدا مثل ما ذكرت الآية تعترف بالفم وتؤمن بالقلب أن الله أقامه من الأموات فأصبحت الرسالة والإرسالية المسيحية كلها تتمحور حول قيامة يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر